بسم الله الرحمن الرحيم بهذا الفيديو سنتعلم النفذ ما يعرف بعالم الكهرباء بالسيمبل لايتنج او الانارة بسيطة اللي هي انه انا اتحكم بانارة لمبة من خلال مفتاح كهربائيا هالشي بتتم من خلال مفتاح رقم واحد ولمبة لما انا سكر او اكبس على المفتاح رقم واحد اللمبة حتضوي حتى بعد ماشيه الايدي لما ارجع اكبس مرة تانية اللمبة حتضفيه اذا استبدلت المفتاح رقم واحد بكباس او كبس جرس لما اكبس على الكباس اللمبة حتضوي لماشي الايدي اللمبة حتطفيه طيب كيف ننسوي شي هاد ايدا من خلال الاردوينو بحاجة نحنا لاردوينو بحاجة لبريد بورد لبريد بورد لاد بيلعب دور اللمبة بيلعب دور اللمبة طيب طيب طرف الكاتود من جهة الليد حيكون على الجراوند وطرف الانود رح يكون على البن رقم 13 من الاردوينو رح جيبي جراوند للبريد بورد وامنه للميل التانية طيب طيب كمان بحاجة لكباس فين احط السويتش فين احط كباس حتى انا هستعمل كباس مشان هدف بالسيركويت اللي جايين طيب الكباسي بيشغل ان لما انا اكباس على الكباسة حيوصل لي هيدا الطرف بهدا الطرف او هيدا الطرف بهدا الطرف لهن هوا دي طرف واحد من هون من هون ومن هون من هون طرف تاني طيب بحاجة كمان لرزستنس رزستنس هستعمل عشرة كيلو هيدا الطرف هاخده على الطرف رقم ثلاثة والجهة التانية رح ااخده على الخمسة فولت طيب لما انا كوم مش كبس على هالكبسة الطرف رقم ثلاثة رح يكون ااخد من الجراوند لما اكبس على هالكبسة الطرف رقم ثلاثة هياخد عبر البوش بوتون من الخمسة فولت يعني انا لما كوم مش كبس هكون واصل عندي لما اكبس رح يوصل عندي هاي نروح على الاردي بلوك متل ما اتفقنا عندي الالد على الطرف رقم ثلاثة واللمبة او الكبسة على الطرف رقم ثلاثة اول شي انا بحاجة لالد اللي هو على الطرف رقم ثلاثة انا بدي اسأل اذا كانت الكبسة مكبوسة اشغل اللي اللمبة طالما عم بسأل اذا كانت مكبوسة فانا بحاجة لما يسمى بالف الليف منجيبها من الكنترول فيها اثنين براميتر اول براميتر بنا نعرفه اللي هو التاست بدي اسأل عن شو انا فبيجي بحط بقلبه البطن يعني اذا الكبسة او البطن اللي موصوله على رقم ثلاثة مكبوسة ضويلي عندها شغلي اللد الموصوله على الطرف رقم ثلاثة عمله اون دعنا نجرب هيدا العمل ومنشوف شو مشاكله نمح القديم ومنحط جديد محله طيب نشوف اللا انه اذا كبست على الطرف على الكباس اللمبة حتشتغل لما شيل ايدي عن الكباس حتدل اللمبة شغالة مع انه نحنا قلنا هون انه لما اكبس على الكباس اللمبة حتشتغل لما شيل ايدي اللمبة حتطفي اللمبة هون فضلت شغالة وحتدلها شغالة على طول لانه انا بالبرنامج تبعي ما قلت له تطفي يعني انا قلت له اذا كبست الكبسة ضوي اللمبة واللمبة حتدل ضواي على طول لانه انا ما قلت له تطفي وهي ما حتنفذ من رأسها انه انا اتعرف انا قصدي انه هي لازم تطفي كنو مال هيك راح نغير هاي دي الاف ونستعمل الاف من نوع تاني اللي هي فيها احتمالين اذا انا كبست على الكبسة الموصول على الطرف رقم تلاتي شغل هاي دي اللمبة الموصول على الطرف رقم تلاتاش واذا انا لا اذا ما كبست اللمبة الموصول على الطرف رقم تلاتاش مفروض انها تطفي يعني صار العمل بها الشكل إذا ضغطنا على الكباس الموسوع على الطرف رقم 3 بالأردوينو عندها شغل عمال ON اللمبة الموسوعة على الطرف رقم 13 وإذا أنا ما كباس على الكباسة معينة اللمبة الموسوعة على الطرف رقم 13 لازم تكون OFF باخد البرنامج الجديد وبحطه على الأردوينو بعمل سيميليشن بنشوف هلأ إذا كبست اللمبة اشتغلت وبس شل إيدي اللمبة طفت بنكبس بتشتغل اللمبة بنشل إيدي بتطفي لحد هلأ نفزنا نحنا هيدا العمل إذا كبست بتشتغل إذا شلت إيدي بتطفي طب إذا أنا بحاجة إنو إكبس بتشتغل اللمبة وشل إيدي تفصل اللمبة شو بسبب هاي الحالي راح نشيل اللد ونرميها ونتعاطة مع البن كبن مش كلاد يعني بغض نظر شو اللي هو الموصول عليها هنجيب البن سري رقم 13 سري هستعمل التقل ونجيب القفل العادية اللي كانت موجودة كيف يشغل هيدا البرنامج؟ هالبرنامج بقول إذا أنا كبست على الكباس الموصول على الطرف رقم 3 ثم عندها البن رقم 13 عملها تقل تقل يعني عكس لحالتها إذا كانت هاي إذا كانت لوق إذا كانت لوق إذا كانت لوق إذا كانت لوق هنعمل لها أبلود على الأردوينو ونشوف كمان إذا فيها مشاكل أو لا هون يا حقيك بس كبسة واحدة هتضوي اللمبة كبسة التانية هتطفل اللمبة كبسة هتضوي اللمبة كبسة هتضوي اللمبة وكبسة تانية هون المشكلة اللي عم بحكي عنا هون يا شباب اللي عم بصير إنه لما أنا عم بيكبس الأردوينو ممكن تبقى أنها سريعة هتشوف لي إنه أنا كبست كأني مرة تانية بنفس الكبسة كرميل اتجنب هاي المشكلة أو ما يسمى بالبونسين يعني هعطي وقت مجال إنه أنا بعد ما إكبس إيدي يدل عندي مجال إنه لحق شي لإيدي عن الكبسة كرميل هيك لأتجنب هاد الشي بطريقة كتير بسيطة إني حط ديلي نعمل ديلي بس 200 ملي سكنت بشكل إنه أنا كبست ولما شير إيدي يكون الأردوينو عملت هي بالدلي ما ترجع تقرأ إيدي إنه أنا كبست مرتين على البش بطن فإزا كبست اعملت كبسته طفت كبسته طفت كبسته طفت هلا إذا أنا بدأني كبست لفترة طويلة أكتر من 200 ملي سكنت هتدل الأردوينو تقرأ إنه أنا بعد أنا عم بيكبست مرتين هتفكر كبست جديدة وحتصير تحكس حالة اللد فإزا بيكبست بتحكس حالة اللد كانت بتصير هاي بيكبوس مراتانية بتعكس حالة اللد بتعملها اه لو طيب بحال انا بدي اعمل نفس الكبسة تشغل لمبتين او تعكس حالة لمبتين بيكفي انو اه زيد لد جديد رزستنس بحجز له هذا الريزستنس طرف على الاردوينو وفرضنا الطرف رقم عشرة طيب من خلال نفس الكبسة رح شغل لمبتين كيف ساوي هاد الشي بيكفي بس انو اعمل نسخة عن هاي دي وقل له الطرف رقم عشرة وقل له ابلود فازان بيكبوس اللمتين بيشتغلو بيكبوس لمتين بيفصلو فازان بيكبوس بيشتغلو بيكبوس بيفصلو اه موضوع عم تاخد وقت لتطفي هاد الشي بسبب التوقيت بسبب التابع برنامج اللي برسماليه فهو السوانى عنده غير السوانى عنه طيب اذا كنت انا بحاجة لامل ما يسمى بالدبل لايتينج الدبل لايتينج يعني انا كوا عندي كبستين اثنين نفسي بطون اعمل نسخة عن الارزستنس كنترل سي كنترل في طيب وكمان هوصل على الطرف رقم اتنين فازا هكون عندي هلأ العمل هيدا الكبسة بتشغل هيدا اللمبة وهيدا الكبسة بتشغل هيدا اللمبة طيب كيف سوي هيدا الشي سواء كبستان ولا ثلاثة ولامتان ولا ثلاثة ولا عشر لمبات وعشر كبسات نفس الطريقة بفتح الأردوينو برمي هاي بنسخ هاي دي النسخة هاي دي البارت من الأردو بلوك كلها سوا وبيكفي اني غير بس أرقام البنز والعمل بيشتغل بشكل طبيعي فازا هون عم قلو اذا كبست على الكبسة رقم ثلاثة عكس لي حالة اللمبة الموصولة عطرف رقم ثلاثة وإذا كبست عطرف رقم ثلاثة وإذا كبست عطرف رقم ثلاثة عكس لي حالة اللمبة الموصولة عطرف رقم عشرة منجرب البرنامج كبست عطرف رقم ثلاثة هاي كبست عطرف رقم ثلاثة رقم ثلاثة ترجمة نانسي قنقر